السلام عليكم. اه الفيديو ده سريعا كده هفراجكم في عربية صيني. اه بتاعت احد صديق لينا او اخي لينا. اه من متابعين القناة جاي يسلم عليا. هو الاستاذ اسامة. اه من السويس. فجاي مخصوص الاستاذ يسلم عليا في دمياط. فالمهم ان بيقول لي انا عربيتي ماشية نص مليون كيلو. وده وعربية صيني. العربية اه بريليانس. بريليانس اف اس بي. الفين وثلاثتاشر. العربية ده على الفكرة منتشرتش قوي. الشركة بريليانس طبعا شركة محترمة. ولكن من الانتاج اللي هو ايه? يعني الانتاج القديم شوية. مش جديد. الانتاج من اوائل الانتاج الصيني. الصين بتتطور وتطور صريع قوي. والفكرة او الهدف من الفيديو ان انا اه بفرقكم على حالة العربية وفي نفس الوقت بقول لكم ان عربية صيني هيت مشت نص مليون كيلو صيني. ومن الانتاج اللي هو في الاوائل. اللي هو الانتاج الاولي. اللي هو دلوقت المفرون ان الدنيا تتطورت اكتر. وماشي نص مليون كيلو عادي. فتقدر تقول لي ملخص تجربتك? ملخص تجربت ان العربية ممتازة جدا. تمام. مفاش اي عيوب خبيثة. تمام. ومقرنة بالفئة السعرية بينها وبين اعلى منها هي الافضل طبعا. العربة لسا بتتبع زيرو ولا خلاص? لا خلاص. طيب الحمد لله. مبدئيا يبقى احنا كده خرجنا من نقطة ان انا باعمل تسويق للعربية لان العربية مش موجودة اصلا زيرو. اشتا كده حلو لان طبعا الناس اللي هو ايه? الناس بتوعي تقول لك انا بقى اعمل تسويق. لا هو احضراريك اهوة العربية اصلا مش بتتبع زيرو. ولا انا بدفع عن الصيني. انا اي رأي في الصيني في حلقتين قبل كده. اربع نقط عليك ما عرفتها قبل ان تشتري سيارة صيني. كان فيه حلقة اسمها كده. وفيه في حلقة تانية مش مش على بالي اسمها برضو بتكلم عن السيارات السيني. اكتب سيارات صيني وعصام غنائي. يا جماعة اي عربية في الدنيا طالما ان انت بتحافظ عليها بتحافظ على الصينياتها خلاص. وبالرغم ان انا كمان شايف ان العربية بتاعته النهاردة يعني الاسمها يمكن هينها شوية. يعني مش مسلا اللي هو ايه اللي هو محافظ عليها بقى وعد محنتفها فهي عشان كده مطاولها معاه. لا انا شايف انه هينها شوية يعني حالة الغرفة بتاعته المطور بتقول انه حتى مش بيخسله اصلا. لا ما اخسروش فعلا. صح? بخاف اخسره. او. فالعربية طبعا باين عليها الاستخدام. يعني الراجل بيستخدمها بحريها يعني. تمام? ومع ذلك شغالة. فهل انت اه شايف ان الصيني اختار مناسب ولا لا? اختار مناسب جدا. اختار مناسب. بس اهم حاجة بعد ما تتلع من التوكيل او من الضمان. انك تتعامل مع صناعك وايس فاهم بيعمليه. المكنة اللي فيها مكنة عادية والفتيس اللي فيها برضو فتيس عادي. وكل حاجة فيها زي اها زي اي عربية. تمام. طيب بالنسبة لانها فوانيس رمضان وشوية بلاستيك وكلام. يعني اي فوانيس رمضان. والله بص هو ده ده بشوف ناس العلاقات بصوا جماعة هو كل كل مركة في الدنيا وكل عربية وكل فئة. بقى فيه ناس بتحبها وناس بتكرهها. ففيه ناس كتير بلقها بتكتب ان العربات الصيني فوانيس رمضان وحاجات كده. هل هي فعلا كانت معاك فوانيس رمضان? نا العربية كويسة جدا. مفيش اي مشكلة فيها. مفيش اي مشكلة طيب. يبقى زبا انا بادوك يا徹ي ما يا اي عربية في الدنيا طالما لوفعت الله هقد شغل تغيار يعني ازعوش ان العربات السيني هتبقى اسوأ مثلا من العربية Elle هيا ASUZUKI MAROTI اللي هي كانت3ا Ryzedem و800 Cc وحاجات يعني مفيش خالص. وكاربيراتير وحاجات كدهبة صائح وطبعًا ولا امان ولا فارامل ولا عجر ولا اي حاجة في الدنيا خالص ومع ذلك كانت اكسر عربات مشحارن في الفيقة بتاعتها لآآ لان كانت تسعيرها كويس وكتع غيرها موجودة. فده نفس الفكرة. العربات الصيني برضو عادي طالما انت العربية بتتعملها كويس بتعملها صينيتها كتع غيرها موجودة خلاص ايا كان والله لو هي بقى مش فنوس رمضان لو هي عربية ملاهي برضو هتشتغل و هتبقى كويسة. تمام? اه انا طبعا حبيت بس ان انا فرقكم. طبعا انت شفتوا العدادات و شفتوا العربية اه ربعمائة وتمانين الف ومع ذلك لسه ماشي كويس. العربية ماشي حالها الراجل بيسافر بها انت دايما يعني ربعمائة وتمانين الف تعملتم ازاي? كلهم سفر. سفر? اه? شغل لك كده? اه اه اه. هو شغال في قطاع البترول طبعا في بيحتاج لسفر كتير. طبعا انا سعيد بتشريفك ليا النهاردة. انا لا اصعد والله. يا جماعة انا مش بدافع عن الصيني. الصيني زي وزي اي مركة تانية بس انا شايف من الصين الاسرع والاكسر تطوره. مش انا اللي شايف يعني ده هو ده اه ده هو واقع ملموس في العالم كله. شوفوا العربات السين من عشر سين كان شكل عامل ازاي? ودلوقتي عامل ازاي? اه بيتطور وتطور فضيع. حتى من ناحية الخمات الخمات بتاعتهم فعلا بتتطور وبدأت اسعارهم تعلى. لان زي ما انا قلت من زمان الصيني لو وصل لمرحلة الاعتمادية ومرحلة ان هو يحط خمات ممتازة. وده فعلا موجود دلوقتي في اكتر من المركة يمكن في مركات منهم مش بتنزل مصر زي مركة اسمها جي اي سي. المركة دي بتعمل منتج فضيع. عربية فضيعة. ولكن طبعا بقى اسعارها بقى. يعني تيجي ببصت لقى اسعارها بقى بتخبط في الكوري واليابان عادي خالص يعني. لان حقهم تكنولوجيا عالية وشغل حلو. واوبشن كتير. وهقول لكم على حاجة كده ملحوظة. الصيني دايما ببقى سباق بفكرة والجمال والحاجات دي. يعني لو تفتكروا زمان الكاسيت بتاع زمان الشرايط. كان الكاسيت مثلا الياباني والالماني والحاجات اللي هي الفلبس. والحاجات دي كان شكلها عقيم كده اللي هو اللي اقول لك الخرشوفة. كان شكلها مقفول كده. جات لما دخلت الصين في انتاج الحاجات الكهربائية دي. بدأت انها تعمل انوار في الكاسيت. والنور يقعد يشتغل مع السماعات. وشوية حاجات كده دلع ومش عارفوا الشريط يقلب نفسه وحاجات كده. بعد كده اه بدأت الشركات الياباني المحترمة اللي هي ناشونال وماناسوني كانت في الوقت ده كانت هي الشركات دي مسماعة او في الموضوع ده. بدأت انها تطور الكاسيتات بتاعتها وتحط فيها ده ده عشان تبيع زي الصيني اللي بقى كتير. برغم نكاة جودته فعلا اقل من الياباني. بس بقى كتير لان كان سعره حلو وكان بيحط اوبشن كتير. نفس اللعبة اللي بتحصل دلوقتي. لاحظوا ان نفس اللعبة برضو ان الاوبشن الكتير. العربيات الصيني بدأت تعملوا الانوار والدلع والحاجات اللي هي بتعملها دي. بدأت الشركات العالمية الكبيرة تقلد الصينيين. مش هم اللي بيقلدوها. في نقطة الدلع بس. مش في نقطة حاجة تانية. فبس انا حبيتها نطفة انتباهكم كده. واخر حاجة اقولها لكم. سمييلي عربية واحدة. انا هسأل كده. سمييلي عربية واحدة. بدون عيوب. ايا كان. اي حاجة تيجي في خيالك. مهما كانت امانها بنت لي. اي حاجة هتيجي في خيالك. قل لي اسمها. وقل لي نفيش فيها عيوب. اتحداك. يلا اشوفكم بإذن الله على خير في تركات جاية كتير. حلقة جاية اكتر وايه. السلام عليكم.